نساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا بكم في يوم جديد من أيام ولايالي النادي الاهلي النهاردة بنقول مبروك مبروك لكل الاهلوية مبروك للمصريين النهاردة موجودين دلوقتي معاكم مش الانتاج الاعلامي لأ موجودين في استاد الاهلي والسلام النهاردة تلات مؤسسات على أعلى مستوى بتحتفل النهاردة ويتطللنها منتج على مستوى عالمي طبعا الانتاج الحرب المؤسسة الكبيرة المالكة لإستاد السلام في مدينة السلام وكمان مؤسسة كبيرة جدا مؤسسة اسمها النادي الاهلي ومؤسسة الشركة المصرية لإبتصالاته عملونا نموذج أكتر من رائع نموذج وطني نموذج رياضي النهاردة موجود بيحقق حلم من أحلام جماهير النادي الاهلي حلم كبير جدا كان النادي الاهلي بيحلم بيه وجماهيره أنه يكون له استاد ولسه كمان الأحلام جاية لكن بالتعاون الأكتر من رائع مع مؤسسة كبيرة زي الانتاج الحربي الموجودة هي المالكة لهذا الاستاد قدت حق رفع شعار النادي الاهلي وشعار كبير جدا مع شعار شركة كمان كبيرة جدا هي المصرية للإتصالات ويه برحب بيكو وكستاد الاهلي ويه سلام نساء الخير يا سيهان نساء الخير يا رب جعلوا فتحة خير علينا قولوا أمين نساء الخير وهو خير وخير كبير قوي وخير عظيم بنشوفه النهاردة من وقت ما بدأ الافتتاح افتتاح استاد الأهلي الأهلي والسلام مبسوطة جدا وإحساس مختلف وكبير جدا وعظيم أنا مبسوطة وفخورة وأنا قعدة وإسم شعار النادي الأهلي في كل مكان في الاستاد من ينتمي لهذا الكيان يعرف لغة الحماس اللي الواحد بيتكلم فيها في اللحظة شكرا ويه أنا مبسوطة جدا أن احنا مع حضراتكم النهاردة في ليلة خاصة من ليالي البيت الكبير الانتاج الحربي شكرا شكرا لشركة استادات اللي اختارت هذا الاستاد علشان نرفع شعار النادي الأهلي البيت الكبير هنا في مدينة السلام طبعا ده كله بالتعاون مع الشركة الرعية شركة المصرية الاتصالات ويه وإحنا بيسعدنا أن احنا يكون النهاردة في استضافتنا في البيت الكبير واحد من أهم ممثلين الشركة المصرية للاتصالات ويه هو السيد محمد أبو طالب أنا برحب بحضرتك وحضرتك طبعا النائب التجاري للشركة المصرية للاتصالات برحب بيك وألف ألف مبروك اسم النادي الأهلي اسم كبير وعظيم وأيضا شركة ويه أو المصرية للاتصالات ويه اسم كبير إزاي جيه هذا التعاون؟ أولا أشكركم طبعا المقدمة الجميلة دي ويوم جميل جدا يعني طبيعي كل الناس تبقى فرحانة بيه الجمهور النادي الأهلي العظيم الاستحاق كل خير شركة استادات طبعا إدارة بتاعتها معروفة بتنظيم والتكفل بكل الحاجات النجحة قبل كده مجلس دارة نادي الأهلي أشكره جدا باحترامه الجميل والمعهود بالاحتفال النهاردة وأبارك له على مجهوده وحاجة حساب له في العهد بتاعه بداية الموضوع كانت لما كنا بنكلم في حق رعاية نادي الأهلي لما كنا عاديم مع كابتن محمود الخطيب والفكرة بدأت بأول حملة إن شركة وطنية وعريقة وقديمة زي المصرية للتصالات ويه تبتدي تدخل في أهم حاجة بحبه شعب مصري وهي كورت القدم وكنا ابتدينا برعاية الدور المصري وكاس مصر فكانت ختمها ميسك بأن احنا نرعى النادي الأهلي وهو نادي عظيم وعريق ونتشرف طبعا بأن احنا شعرنا يبقى على قميص نادي الأهلي بس أول حاجة فكرنا فيها لما جئنا نتكلم في حكاية الشعار على قميص دي كنا عاوزين من مختلفين اتفقنا وكانت في جملة مشهورة جدا كانت في الاجتماع مكتن محمود الخطيب النادي الأهلي أكبر من أحد ياراه المصريات صلاة شركة كبيرة جدا وعظيمة جدا بس إحنا كنا عاوزين نبقى كنوع من مشجعين نادي الأهلي كنوع من مشاركين لنادي الأهلي نبقى الشعار بدأ من هنا إن وي معاك أهلي الفكرة نفسها جات من إن حضراتكم تكونوا شرقاء والنادي الأهلي كمان شريك معاكم بالضبط كلمة وي جات من منطلق دا بالضبط وإن إحنا نبقى شريك فعال مش بنجيب شعار نحطه على قميص نادي الأهلي ونبسط إنه يظهر في التلفزيون لا إحنا عاوزين نعمل حاجات تبسط الجمهور بتاعنا الأهلي النادي الأهلي عبارة عن كهان ليه جمهور لا وكمان عايزة أزود على حضرتك أنتوا كان لكم كمان دور كبير قوي في تطوير قناة النادي الأهلي بالضبط ولسه الفترة الجاية دي دايماً إحنا لسه كنت نتكلم مع عدارة الأستاذات إن دي المرحلة الأولى مرحلة الأولى خطوة جبارة أول مرة تحصل في مصر شراكة نادي الأستاذ رائع العلامات التجارية والنادي الأهلي والاستاذ رائع جداً والفكرة نفسها هنبتدي ندخل في العصر الطبيعي نحصل الكلام ده بيحصل كتير جداً في أوروبا لكن كمان حضرتك بتشارك كمان منظومة كبيرة جداً اسمها الانتاج الحربي هو طبعاً مالك الأستاذ وماتشاته هتكون موجودة في الأستاذ وتمارينه موجودة في الأستاذ لكن كمان وجود تعاون مشترك ما بين أنا في اعتقادي ثلاث مؤسسات كبار بتتكلم على مؤسس عظيمة زي الانتاج الحربي مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي وكمان مؤسسة المصرية للاتصالات عاملين حاجة كويسة حاجة جديدة بس خلينا أقول يعني أنت عريس الليلة بصراحة يعني بجد عامل شغل من أول ما بنخش من باب الأستاذ والاحتفالية الرائعة والتنظيم الأكتر من الرائع وأنا عارف أنك اشتغلت كتير أول فترة اللي فاتت الحمد لله طبعا وإنت أكيد سعيد أنك بتشوف يعني نتاج هذا التعب إن المجهود ده كله بيطلع بصورة مشرفة وصورة جميلة ويعجب الناس فعلا ولسه زي ما قلنا المرحلة أولى دي أقل مرحلة إن شاء الله هتبتدي فيها ده لسه ندخلين لحاكات تانية كتير تعجب الجمهور ويفتخر بإن العيبته وغرف الملابس والدجاب بتاعت الاحتياطي والتطبيقات اللي هنعملها يعني مش عاوز أحاك شوية مفاجأت بس يعني إن شاء الله اللي جاي أقل